اذا لمشاهدة قناة شوف تيفي في مباشر عاجل وفاة عاملين في مشروع لكارفور هنا بمنطقة رومبوان الماز تابعة ربما لطريق بوسكورا احدا اللي سيسفال مهم عرفش نالتجاه بالضبط هذا مشروع لكي تبنى دي الكارفور للأسف صور كبير جدا كيسقط على عاملي دي البناء وللأسف توفوا في الحين رجال الامن والواقع المدنية السيارة دي الإسعاف سيارة عديدة السلطة المحلية الكل متواجد هنا في عين المكان فللأسف للأسف للأسف دائما الضحياء هم عمال البناء معرفنش العمال البناء واش عدوم ضامن شماعي واش عدوم تغطية شماعية واش عدوم لها سنساس واش مسترح بهم من طرف صاحب الورش ولا شيء إصابة عفوان وفاة شخصين والثالث يتواجد في المساجلات في حالة حريجة السورة اللي أمامكم دي الواقع المدنية صارت إسعاف كي توجدو أربع سيارات جو الشاحنات دي الواقع المدنية رجال الأمن والسلطة المحلية ممكنش اللي ندخل ونزل لقرركم أكثر من السورة لأن هذا ملك خاص دي الهات الشركة لشركة كارفور إحنا واقفين في إطار القانون والحدود في المدخل دي الالشركة اللي هو هذا اللي أمامكم لأن تسمي الملع ديالي من التغطية لدخل وحصار من القرارة لأن هذا ملك خاص ولكن من خارج الملك فعدنا الحق أننا نوقفوه نتقربكم أكثر من السورة لأن تساعدوا للزوم للأسف 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 السور في طور البناء أعرفوا السورة واضحة لكم وللا تقدروا أنكم تكتبوا لي وتأكدوا لي في التعاليق السور كي تسقط على عمال البناء وكي توفاو للأسف رحمه الله السورة 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 ما هي الأسباب للسقوط هذه الحائط؟ وهو عالي جدا وشبه سبب الرياح ولا كم غشش في البناء الله أعلم فلكين هو أن هذه الحائط تسبب في وفاة شخصين والحالة التي تتواجد في المستجلات في حالة حارجة المهم هذا المكان بالنسبة للناس الذين أعرفوا فمن أصبال في تجابوسكورا رمبوان الماز بالضبط أحدى رمبوان الماز أحدى رمبوان الماز بالضبط كان هذا المشروع الكبير في الكارفور يحسن الوقت المدنيين يقربون أكثر من الصورة يحاولون أن يرون عبر الألد الحفر وشكين شيء شخص آخر تحسن من هذه الحائط التي تطع إلى العمال وتوفى وجوج والشخص الثالث في حالة حارجة تحسن من الى البشر وتأخبر وتحسن العمال شركة حتى يعد أن تحسن وكتبع أيضًا نقوم حلال نحن على أبواب رمضان التي تفصلنا عنه فقط ثلاثة أيام أو أربع أيام وفي الأخير يوصل هذا الخبر للعائلة بأن الزوج أو الإبن توفى في العمل جراء سقوط حائط العلو وأكيد أنه يتجاوز عشر أمتار كي توفى وجوج الأشخاص والشخص السلس في حالة حرجة يحصل عمالهم يحصل أصدقاء من هذه الضحايا في حالة صدمة لأننا نرى الحالة كل شيء يمزدهم لأن كل واحد فيه يمكن أن يكون المكان ده بس سؤال متروح هذه الشركة لتقلت لها عملية للبناء وش مأمن العمال يلا هدوم شي تأمين هدوم شي حاجة ولولو يخدم النوار الله أعلم أنا في الخاصة المحلية ورجال الأمن أنهم يدخلوا وش مأمن العملية للبحث ما زال متواصلة بشي شفوق وش هناك شي جثة أخرى دل أحد العاملين أولى لأن الحصيلة الآن جوج الجثات سمنقلهم لمستود الأموت والحالة الثالثة في حالة حرجاء والآن هذه عملية للبحث تحت الحائط تحت الحائط وش تحت الحائط الضواج والؤلاء والآن هذه الحائط علو كبير تجاوز 10 أمصر فجوش الأشخاص ماتوا في الحين والشخص تمنق له على وجه السرعة للمستجلة أقرب نقطة هنا فالمكان الذي نتكلم عليه يتواجد بالقرب من مدار ألماز رومبو ألماز في تيجا بوسكورة من أزبان في تيجا بوسكورة هذا مشروع كبير ديال كارفور وقعت فيها الكارثة ما لنقول إن لله إن إليها الراجعون كبير فنسمنا هذا الموضوع ما يمرش مرور الكرام خاص يسنفز حوا التحقيق وكل شخص يتحمل المسؤولية فهذا الكارثة اللي وقعت هذه الكارثة اللي وقعت ماشي أول مرة فدائما العمال ديال البناء يسقطوا من أعلى الطوابق دائما هم الضحايا وفي الأخير كنت تشاهدوا بأنهم يخدموا في النوار غير مصرح بهم ما يقدم تشي قانون ما محمينش فهذا دور ديال الحكومة وديال المسؤولين بأن هات الشركات أي منعيش عقاري أو أي شخص مكلف بالبناء ما يشد مشروع حسي يكونوا العمال دياله كلهم مؤمن عليهم كلهم مقدم الحقوق ديالهم وما يخدموش بشكل كشكل خطار على الحياة ديالهم يمكن أن نرى الناس للأسف يطلعون الفناديق لكي يمسحوا الزجاج ويصبغوا 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 في طريقة عشوائية لا تستطيع أن تشاهدهم في الأرض ولا تستطيع أن تشاهدهم فما بالغ هو الفوق في السماء ومغامر بحياة سوء لقبل 70 درام ولا 80 درام لن أعطي الله بعض الشيء اذا سنصل إلى نهاية المباشرة وسأرجع معكم بعد قليل دقائق وسأرجعوا پسي مباشرة ونحاولوا نفهموا ايش نقوم بالضبط وقربكم من كل ملومات